ملف جرح الحرب في تعز علامة اخفاق كبيرة غير ان ما هو اكثر من الخذلان وابعد من الفشل في ادارة هذا الملف هو ما كشفته وثائق تتحدث عن اختفاء مئات الملايين من حساب اللجنة الطبية السابقة لعلاج جرح محافظة تعز اتهامات من رابطة جرح تعز لرئيس اللجنة الطبية بعدم التجاوب مع لجنة الفحص للسجلات المالية ورفض تقديم اي اخلاءات مالية حول مبلغ يقدر بمليون دولار ناهيك عن اختلالات قانونية ومطالب باحالة الملف الى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابة الاموال العامة اتهامات تؤكدها الوثيقة الصادرة عن شركة الجزيرة للصرافة حيث تشير الى استلام ايلان محمد عبدالحقحطان اكثر من ثلاثة ملايين وستمائة الف ريال سعودي تم توريدها لحسابها نموذج لهذا التلاعب تكشفه هذه الوثيقة التي تقول ان كشف العملية المرفوع من قبل احد المستشفيات بلغ اثنين وثلاثين مليون ريال فيما تقول لجنة التحقيق ان العملية لا تتجاوز احد عشر مليونا اي بفارق واحد وعشرين مليون ريال لكن ما هو اكيد ان هناك اكثر من ثلاثة مليارات ريال لا احد يعلم اين ذهبت حتى اللحظة وسط تراشقات بالمذكرات وتبادل للاتهامات فيما يقبع مئات الجرح في تعز في خانة الاهمال حتى تعفنت جراحهم ما كشفته الوثائق والمراسلات بين قائد المحور خالد فاضل ومحافظ تعز امين محمود تؤكد حجم الهوة التي تتسع بين المؤسسات الرسمية والخلافات التي تتجاوز مشكلة الجرحة الا ما هو ابعد من ذلك تطالب مذكرة المحافظ من قيادة المحور بتوضيح اوجه صرف المبالغ وتصفية العهد لتفادي تكرار ما حدث لثلاثة مليارات ريال فيما يقول قائد المحور ان التغيرات المتلاحقة خلال شهر واحد بثلاثة رؤساء كان سببا في الحلولة دون اكمال التحقيقات التلعب المالي تجاوز التكاليف الباهظة الى وجود عمليات اجريت لا فائدة منها واخرى لم يكن هناك داع لاجرائها فيما اجريت عمليات لغير مصابي الحرب عبث مفزع واختلالات مالية تظهر ملامحها في غياب العمل المؤسسي وعدم وجود آلية محاسبية او رقبية لعمليات الصرف